نفذت بلدية إربيد الكبرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملة لإزالة كل ما يعيق الحركة في مجمع سفريات بيتراس وسط مدينة إربيد الحملة جاءت بعد الشكاوى التي تقدم بها مواطنون بحق أصحاب البسطات التي تعتدي على الشوارع الرئيسية والأرصفة حيث تمت إزالة جميع البسطات داخل مجمع السفريات وفي محيطه من إضافة إلى إزالة المظلات المخالفة التي تضاعها بعض المحل التجارية في السوق المجاورة حملة على مجمع بيتراس لأنه وضع البسطات والتجاوزات والاعتداءات على الأرصفة صار أمر معيق لحركة السير وحركة البسطات العمومي بالإضافة لحركة السيارات حتى المواطنين وردنا كثير من العديد من الشكاوى من المواطنين بأن هذا المجمع عبارة عن مكرهة صحية من وراء البسطات